فإذن أحبائي أنا أؤمن لأنه اليوم كل الهجوم على هوية وشخصية يسوع المسيح فإذن ما خلتك تفكر أنه اش معنى اش معنى يسوع ليه طب مثلا طب ما فيه أنبياء كتير مظبوط؟ ماذا معنى ما بيتكلموا على موسى ولا بوذا؟ ماذا معنى ما بيتكلموا على داود؟ ماذا معنى ما بيتكلموا على محمد؟ ولا بتكلموا على أي شخص يأخذ؟ ماذا معنى؟ هل بتخليك تفكر؟ ودايما ممكن أقول شيء في هذا الصدد أحبائي اليوم أنا لما أتكلم مع ناس من الشرق الأوسط دايما يقولون ديانتنا امتدد إلى كل العالم وأخذنا الشرق وأخذنا آسيا وأخذنا الغرب أكيد ويمكن تخذه أكتر تخذه أكتر لأن الكتاب المقدس تنبأ في آخر الأيام قبل مجيء المسيح رح يكون فيه ارتداد ارتداد كبير بس كنيسة المسيح الحقيقية سوف تبقى إلى الأبد وأنا أؤمن أن الكنيسة بحال ما تصحى هي بديش أقول عملاق نائم تسمعوا كتير هاي لأنه بحب العظم والقوة أنا في الشرق الأوسط لكن إذا صحيت الكنيسة العالم كله صار مسيحي وأنا بقول يا رب توحد الكنيسة يا رب تصحى الكنيسة وتستيقظ وتتكلم لا بالسيف ولا بالعنف مش لما دخل السلطان في القر يعني إلى تركيا إلى إسطنبول اليوم القسطنطنية دبح وقطع رؤوس وقتل ونهب واغتصب بنات صبايا وباع الأطفال عبيد طب أنا يعلم طب مش فيه تاريخ مش فيه شخص بتتبعه طب ومين تلاميذ الشخص كيف حياتهم شهادتهم أخلاقياتهم سلوكهم طيب إذا ضل وأنا عم بشهد أنا عم بروح بدي أنشر دياني طب ابعث الشيوخ ابعث الأئمة تتكلم عن الرسالة يعني بالسيرة الحسنة مثل ما بقولوها ما معنى السيف ما معنى الاضطهاد ما معنى الإرغام ما معنى القير ما معنى الإزلال ما معنى إذا واحد صار تغير دينه وإذا رجع بدي يرجع لديانته الأولى يقتل حد الردة عارف ألا تثير هذه التساؤلات وأنا صدقوني بحكيها بمحبة بس اليوم إحنا في عصر التعبير مش بهين أنا الشخص لكن عم بقول طيب أنا عم بقدم لك الموجود التفوق السمو المسيح في ولادته في حياته في طبيعته في معجزاته في تعليمه في أخلاقياته في موته في قيامته في النحاي من خلال كنيسته بيعمل أمور عظيمة التعليم غيرت البشرية غيرت الحضارة غيرت القوانين كمان مش بدك تتبع هذا الشخص بعدين ما أقول لك إحنا الكترة هو الكترة تقاس على الأرض خليني أسألك هو الكترة تقاس على الأرض ولا في الأبدية سيبك من الأرض يمكن يكون مؤمنين قلائل ممكن يكون مليارات من المسيحيين الإسميين بس هذا لا يعني أنه مسيحيين للأسف ممكن يكون مليارات ويرحوا على جهنم فالأمر لا يقاس بالعددية اللي على الأرض الأمر يقاس بالأبدية أي ناس تقضي الأبدية هل الحياء الأبدية مع يسوع في السماء أم الأبدية في وقائد نار وأبدية مظلمة في الجحيم اللي ممكن تكون مليارات من الناس اللي كانت تعدادة على الأرض صفت فإذا أين ستقضي الأبدية هون السؤال أين العددية ستكون هل صوت الأغلبية يعني هو صوت الحق طب ما نعرف بالكتاب كثير أغلبية لكن الرب أدانهم وقضى عليهم وقدبهم في العهد القديم بسبب عدم الطاعة وسماع صوت الرب